موسيقى اهلا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار والمستهلو بالعناوين الشطر الاخير من التاريق السيارة الذرعان رمال السوق بولاية الطرف تعرف بتدفق المركبات وسلامة امن التاريق ملحقة للتكوين المهني بقرية الحوق ولاية البيض تنهي معاناة تنقل المتربسين خرجة ميدانية لاعوان رقبة بمصلحة حماية المستهلك بي سيدي بالعباس امن ولاية الجلفة يوقف ثلاثة اشخاص ويحجز كمية من المخدرات موسيقى منذ ان تم فتح الشطر المتبقي من التاريق السيار شرق غرب من طرف رئيس الحكومة خلال الاسبوع الاخير اين عرف هذا الشطر تدفق المركبات من وائل النقطة الحدودية رمال السوق وتنفيذا حول ما يروج له عبر فضاءات التواصل الاجتماعية عن غلقه نتابع التفاصيل مع الزميل فوزي بخمة منذ ان تم فتح الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق غرب من طرف رئيس الحكومة خلال الاسبوع الاخير حتى عرف هذا الشطر تدفق المركبات من وائل النقطة الحدودية رمال السوق وحول تفنيد ما يروج له عبر فضاءات التواصل الاجتماعي عن غلقه كانت لنا وقفة من بداية الشطر بالذرعان الى نهايتها برمال السوق حيث كان لنا لقاء على طول المسافة بمستعمله وكذلك مع عناصر الدرك الوطني الواقفين ليلا نهارا على تأمين مستعملها حيث تمكننا من نقل هذه الصور الحية التي تفند ما يروج من مغالطات حول فتح الشطر الأخير للطريق السيار على امتداد 84 بإقليم ولاية الطرف في إطار التواجد الميداني لوحدة المجموعة الأقليمية للبرق الوطني بالطرف على كامل الاختصاص الأقليمي وبعد فتح الشطر الأخير من طريق السيار شرق غرب على مسافة 84 كم تخلت المجموعة الأقليمية كمن الإنسانيات المبقية والبشرية لتأمين الطريق مع تجميل سريع عن طرقات من خلال وضع نقاط مراقبة على طول الطريق القيام بدوريات دينية ونعمارية حاصة في المناطق الحزاسة بما أن الطريق يشهد حركة مرورية رشيدة حاصة في القطرة التي تستزامن مع الوطن ونصم الاستياف إضافة إلى الواقعين من دولة تولد الشفيفة وكذلك حركة تجارية وتنقلات شحينات بزن التقيم مما يفرض تأمين حركة المرور المواطنين لعاستحداث وحدات مطاردة على المرقبة طريق ستكون مهام مهارسة وتوكيس المرتكبين المنورات الخطيرة بصرقات يبقى الرقم الأخضر 10.55 تحت تطرف المواطنين 24 على 24 ساعة وكذا نوقع طريقي للتعليف بحالة صرقات استفادت قرية الحوض بولاية البيض من ملحقة للتكوين المهنية والتي ستخفف عناء وتنقل المتربسين إلى مراكز مجاورة هذا وقد تم تدشينها من طرف السلطات الولائية والأمنية خلال احتفالة اليوم الوطني للمجاهد التقرير للزميل جلال بن عمير استفادت شباب قرية الحوض بولبيض بملحقة تكوين مهنية تضم تخصصات تتناسب وخصصيات المنطقة هذا وقد تم تدشينها من طرف والي الولاية في احتفالات اليوم الوطني للمجاهد المقر تم تثمينه ويعادت لاعتباره ووضع تحت التصرف في السيكلات المنطقة من الملحقات لتكوين مهنية للاح يقدم خدمات لفايدة أبناء المنطقة وبنات القرية بصفة عمر وثمنه كل ما هو موجود على مستوى القرية حتى يستقطب كل أولاد المنطقة من ذكور وإناف في ناسبة يوم المجاهد نشكر السيد الوالي بأنه قام بفتح أو تدشين هذه الملحقة التي تعتبر انطلاقة جيدة لهذا الموسم التقنيني الجديد إذن هذه الملحقة سهلنا لفتح تخصصات تخص المستوى التأهيلي لكل من الخياطة حلاق السيدات إعلام آلي وضبخ وصناعة حلوية وكانت مبادرة جيدة أن محاطنها للمقر لفتح هذه الملحقة للمنطقة الضي وإعطاء فرص للتكوين لشباب هذه الملحقة الملحقة ستخفف عن التنقل إلى مراكز الولاية أين كان المتربسون من الفئتين يتنقلون في ظرف مناخية صعبة للالتحاق بمراكز التربس قامت أعوان رقابة بمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع السلطات الأمنية لولاية سيديب العباس بخرجة ميدانية لمراقبة مدى نظافة المطاعم وجودة الأطعم المقدمة للمستهلك حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات في حين تم اتخاذ التدابير اللازمة في حق المخالفين التغطية للزميل صايم عبد الكريمة نحن قمنا مع عملية إتلاح الفيت الشاش والمكس هذه عملية مراقبة تمت بعد الساعات الليلية من طرف أعوان قمع الغش بمديرية التجارة الولاياتي العباسة بالتنسيق مع مديرية الأمن الولاي إذن قمنا بمراقبة عدة محلات محلات الإطعام السريع محلات بيع المثلجات المقاهي التي تنشط بصفة مستمرة طوال المهار والليل أيضا لما يستدعي الفروج خلال فترات مبعض أوقات العمل إذن هنا وقفنا على بعض التجار اللي كانوا ارتكبوا مخالفات والذي سوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المناسبة كما وقفنا على بعض التجار أيضا اللي كانوا محترمين شروط النظافة خلال عملية عرض الأربية بسهلاكه وهذا الشيء اللي شجعنا ويشجع التجار أيضا وإنه قفنا على احترام شروط النظافة واللي رأينا نحفز فيهم أيضا ليكملوا في هذا الطريق تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية متمثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بيالجلفة من توقيف ثلاثة أشخاص عن قضية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية العملية أسفرت عن حجز 2850 قرص مهلوس من نوع بريقابالين بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 91 مليون سنتيم من عائدات البيع وكذا حجز سيارتين وأربعة هواتف نقالة تفاصيل أكثر مع الزميل شافيق تومية تaserعائز تس Germان وترخبنت تبلغم وترخبت انسيح حضرت سيد وربة من تغيnam تبريق ملت تمكنت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية أدرار الأسبوع الماضي من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة بصادد تهريب كمية من المؤثرة العقلية مستغلا مسكنا خاصا لتخزينها استغلال المعلومات مكن من التعرف على هوية أحد عناصر الشبكة الإجرامية ليتم توقفه بأحد أحياء المدينة وتحديد مكان السكن المستغل لإخفاء المؤثرة العقلية التي قدرت بعشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين كبسولة من نوع بريقابالين ثلاثمائة ميلغرام ذات منشأ أجنبي التحريات في القضية متواصلة لتوقيف المشتبه فيها آخر من عناصر الشبكة الإجرامية بعد أن تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل من تحديد هويتها تم تقديم المشتبه فيها الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أدرار عن قضية جناية تهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية تغطية وتقرير من شيخ عيسى ترجمة نانسي قنقر إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختم النشرة شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة ترجمة نانسي قنقر